الفوضى الفوضى دي يا جماعة كلنا خسرين فيها يعني ايه الفوضى دي كلنا خسرين فيها تعال نبدأ بالجمهور طول ما فيه فوضى الجمهور مش عارف يستمتع باللعبة اللي حياني ملعب على كرة القدم اللي هي أصلا هدف منها متعة مش عارف يستمتع هو للأسف طول الوقت داير في خناقات ومشاكل الإدارات مش عارف تشتغل مش عارف تشتغل بشكل احترافي لا حد عارف يسوق ولا حد عارف يبيع ولا حد عارف يشتري ولا حد عارف ياخد كرارات ولا حد عارف يطور ندي وفرقته فوضى لعيبة لا فيه لعيب عارف يروح نادي فين ولا يمشي من نادي فين ولا ياخد كام ولا ما ياخدش كام ولا ياخد الموقف بتاع الشيبي دا ولا ما ياخدوش فوضى احنا وإحنا بنشتغل في الإعلام مين قالك إن احنا عايزين وإحنا طالعين على الهوى كده وعلى الشاشة عايز عقود أخد وقت كبير جدا في مشاكل وخناقات مين وليه دا حتى النرف يعني وحد بيتكلم كده بيتعب أنا عايز اتكلم في الكورة وفي المتعة واللزازة واطلع أخش الحلقة مبسوط وخرج منها كلنا عايزين كده وقالي النهاردة لقيت واحد بيقولك إيه قالك يا عم انتو الإعلام اللي بتتولعه نار يا فندم والله الإعلام شغلانتو ينقل الصورة ينقل الخبر يحلل اللي بيحصل يفهم اللي بيحصل ونفهمه مع بعض بس الإعلام مش هو اللي عامل الخناقات دي كلها خالص ملوش علاقة خالص وعنه يقولك إيه أنت مش محايد يعني فيش حاجة يسمعها كده في حاجة يسمعها لنه احنا بنقول وجهات نظر وفي حاجات مسلمات يعني هديك مثال النهاردة بخلت انتقاط مران حمدي لأنه سب جمهور النادي الأهلي بعد المباراة هل دي يا جماعة محتاجة وجهة نظر يعني في وجهة نظر المفروض إنه نتناقش فيها فيه لاعب تجاوز مع جمهور بنقوله أنت غلطان تلاقي واحد داخل يقولك أنت إزاي تقول كده أنت مش محايد ده ما ينفعش أنت فاكر لعيب الأهلي يقولت أقول لعيب الزمالك كنت أقال عليه وتلاقي بقى إيه يجيب لك من قديم قوي طيب بمناسبة القديم ماتيه كلنا كلنا نفتح صفحة جديدة نبدأ من الأول نبدأ من الأول يعني إيه يعني لقتي لجنة المسابقات ولجنة الانضباط عندها أسماء وناس وتجاوزات في الموراة الأهلي والبراملز لو سمحت وإنت بتاخد عقوبات خط عقوبات رضاعة على الجميع على الجميع هنا وهنا مش ولك على الطرف أي حد شايفه غلطان خط عقوبات رضاعة عشان بس نفرد نظام بعد ما هتاخد العقوبات الرضاعة دي هتلاقي الأطراف جاي تقولك ما أنت ما كنتش عارف مين ما خدتش عقوبته ومين عمل إيه ومش عارف إيه صح؟ قلوا لأ أنا بدأ من الأول أنا خلو أنا متجاو بقى اللي هو إيه المؤامات وإنه نمشي دي شوية ونمشي دي شوية مش هعمله تاني خلاص أنا هبدأ من جديده صح كده؟ ونطلع كلنا نبقى منشتغل في النور يقولك إيه مثلا مش عارف الكلام جاي ببعضه النهاردة يقولك بس يصلوا الناس في أوروبا لما العلام الرياضي وبتاعه والناس بتتكلم بيكلموا في الكرة بس وعشان عندهم كرة بس يا جماعة عندهم كرة بس في لوائح وقوانين وعقوبات لا هتلاقي مثلا لعيبة بعد المباراة داخل يشتم يمين وشمال سواء في الملعب أو على السوشال ميديا مش هتلاقي مثلا إدارة نادي بتعمل اللي هي عايزها زي ما تعوز تعمل اللي هي تعمله ما حدش أقولها أنت بتعملي إيه ولا هتلاقي المدرب بيطلع يهاجم حكام ولا يشتم ولا يقص هتلاقي الدنيا هناك عشان خايفين من العقوبات واللواقع فهتلاقي ما فيش حد بيعمل الكلام ده فأنا اللي لو طلع في الإعلام وما فيش أي مشاكل والدنيا وردي وجميلة هجيب أنا مشاكل منين هخترع طب لو اخترعت ما أنت اللي هتيجي تقول لي ده أصلا ما فيش مشكلة لكن المشكلة اللي أنا بشوفها ما حرارك شايفها معايا ما احنا نتنش شايفينها احنا نخبيها من مين دي حكاية ترجمة نانسي قنقر